اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني اعداد فردية وكمان هنجمع اعداد فردية مع اعداد سوجية يلا يا ابطال نذهب الى الدرس اول حاجة هنتعرف عليها وهي الاعداد الزوجية يطرى معنا هنا كم صديق يلا نعدهم كده مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة معي عشر اصدقاء يلا مع بعض نضعهم في مجموعات ثنائية يعني ايه مجموعات ثنائية يعني نوفق كل صديقين مع بعض يبقى نخلي مجموعات كل مجموعة فيها اتنين وهنشوف ايه اللي هيحصل بعدها هنا ده الصديق ممكن يلاقي صديقه كده مجموعة الصديق التاني هيلاقي فين صديقه كده تاني مجموعة الصديق التالت هيلاقي صديقه يبقى كده تلات مجموعة الصديق الرابع فين يا ترى اللي لابس أخضر فين صديقه موجود معنا هنا يبقى المجموعة الرابعة والصديق الأخير اللي شائل الشنطة مجموعة خامسة يبقى كده إحنا لاحظنا يا أبطال أن كل الأصدقاء اللي موجودين معنا دخلوا ضمن المجموعات مفيش ولا واحد خارج المجموعة يعني مفيش واحد واحد ورا احنا هنا قسمناها ثنائيات جزأناها لتنين يعني ثنائيات يعني اتنين احنا ممكن نعمل التقسيمة دي لكن بشكل تاني يعني بدل ما نعمل خمس مجموعات كل مجموعة فيها اتنين احنا ممكن نعمل مجموعتين بس برضو ثنائيات وجوها كام خمس اصدقاء تعالوا نشوف مع بعض نشوف ايه اللي بيحصل احنا كده بنقسم المجموعات لخمسة المجموعة الاولى دي فيها كام فيها خمس اصدقاء طب والمجموعة التانية فيها خمس اصدقاء اسمناهم لكم لمجموعتين اي عدد يا بطل نقدر نقسمه لثنائيات يعني سواء مجموعتين او مجموعات كل مجموعة فيها بنسميه عدد زوجي بنسميه ايه عدد زوجي بشرط ان مايفضلش ولا شخص او اي فرد خارج المبموعات يكون واقف لوحده يبقى انا كده فهمت ان العشرة عدد زوجي ان العشرة ايه عدد زوجي لها عدد زوجي علشان قدرت قسمه على ثنائيات يعني ايه ثنائيات يعني اتنين تعالوا نشوف عدد كمان العدد اللي معنا ده كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يا طرى التمانية هنقدر نقسمها في ثنائيات مجموعات يعني في ثنائيات تعالوا نشوف مع بعض ده هنا كده اتنين في مجموعة والاتنين اللي بعدهم في مجموعة والاتنين اللي بعدهم في مجموعة واخر اتنين ايضا في مجموعة هل فضل شجرة خارج المجموعات لا التمانية كلهم دخلوا ضمن مجموعات ثنائيات يبقى اذا التمانية عدد زوجي بقى انا كده عرفت ايه العشرة عدد زوجي التمانية عدد زوجي زوجي ليه علشان لما اسمناهم على ثنائيات يعني اتنين مفيش ولا شجرة او اي فرض خارج المجموعة تعالوا نشوف مع بعض عدد كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة يا ترى كل انبوبة هتلاقي اللي شبهها نعم هذه اول انبوبة في هنا ثنائيات وبعد كده هنا ثنائيات وبعد كده هنا ايه ثنائيات ايضا قدرنا نقسمهم لتلات مجموعات كل مجموعة فيها فيها اتنين يعني ثنائيات اذا العدد ستة من الاعداد الزوجية العدد ستة من الاعداد الزوجية لو سألناك ليه الستة من الاعداد الزوجية علشان نقدر نقسمها لمجموعات ثنائيات وما يفضلش اي انبوبة في خارج المجموعة يبقى كده عرفت ان العشرة عدد زوجي تمانية عدد زوجي الستة ايضا عدد زوجي يا طرق ايه كمان معنا عندي كم جند هنا اربع جنود هل نقدر نضعم في مجموعات ثنائية نعم ادى عندي هنا جندي معاه الجندي اللي لابس نفس اللون الجندي التاني معاه جندي ايضا نفس اللون هل فضل جنود في الخارج برا مجموعة لا طبعا اذا العدد كم ده اربعة يبقى العدد اربعة من الاعداد الزوجية يبقى انا قلت ايه العشرة والتمانية والستة والاربعة اعداد زوجية عندي كمان لو لاحظت هنا اتنين يعني انا لو عندي اتنين جنود فقط جنديان فقط الجنود دول ممكن اضعم في مجموعة واحدة وما فيش اي فرض هيكون بالخارج يبقى اذا الاتنين ايضا عدد زوجي يلا نحن تاني مع بعض عشرة تمانية ستة اربعة اتنين كل الاعداد دي هي الاعداد الزوجية تعالوا نشوف ايه هي الاعداد الفردية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة معايا تسعة ظهور يلا نجمعهم في مجموعات كل مجموعة فيها اتنين يعني ثنائيات هنا الزهرة السفرة معا اختها الزهرة السفرة الزهرة التانية معايا ليها ايه اللي شبهها الزهرة اللوني التالت اللي هو الازرق ليه اللي شبهها بعد كده عندي مين الاحمر هنا عندي ايه اللي شبهها دخلتوا كلهم في سنائيات لكن استنا يا بطال فيه زهرة اخيرة خالص ما لقيتش اي زهرة لها هنضعها فين هنضعها في الخارج خارج المجموعات واي عدد قسمناه لثنائيات لكن فضل فرض من واحد خارج المجموعات ما لقش صاحب يبقى ايه بنسميها عدد فردي يبقى ايه ايه عدد فردي ليه عدد فردي لانه ما نفعش كل المجموعة نقسمها على اتنين يعني ما ندخلهاش في مجموعات ثنائية لكن فضل فرض واحد فقط خارج المجموعات يبقى تسعة عدد فردي نشوف ايه كمان معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يلا نوفق الكتب مع بعضها في ثنائيات كتاب الاصفر مع الكتاب الاصفر داخل مجموعة الكتاب الازرق مع الكتاب الازرق داخل مجموعة الاسود هنا ملهوش اي كتاب شبه لكن هنا فيه اتنين حمر مع بعض دخلناهم فين في مجموعة فضل الكتاب اللي لونه اسود خارج المجموعة قلنا العدد اللي يفضل منه فرض خارج المجموعات بنسميه ايه عدد فردي عدد فردي بأيذن السبعة عدد فردي اللي هي عدد فردي لانه مقدرناش نقسم كل السبعة على الثنائيات فضل منه فرض خارج المجموعة نشوف معناه كمان عندي هنا كم حيوان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس حيوانات يلا نوفاهم في مجموعات الحصان مع الحصان الزرافة مع الزرافة لكن هنا الفيل فضل فرض واحد فقط خارج المجموعة يبقى العدد خمسة عدد ايه احسنتم عدد فردي عدد فردي بأنا قلت كم تسعة وسبعة وخمسة كلها اعداد فردية نشوف اعداد تانية معايا هنا كم عصفور او كم طائر هنا عصفور واحد اتنين تلاتة تلات طيور يلا نوفاهم في مجموعات صنائية معايا عصفور ومعايا الهدهد داخل مجموعة لكن فضل ايه الغراب فضل الغراب خارج المجموعة واحنا قلنا العدد اللي يفضل منه فرد خارج المجموعة بنقول عليه ايه بنقول عليه عدد فردي اذا التلاتة عدد فردي طب لما يكون واحد معايا فقط هيكون ليه ثنائيات يعني نقدر اندخله في مجموعة معاحد لا طبعا يبقى اذا الواحد ايضا عدد فردي يبقى انا كده عرفت العدد الفردي ايه تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد يلنا نلخص كل اللي احنا قلناه بيقول لنا ايه ما هي الاعداد الفردية والاعداد الزوجية الاعداد الفردية ابطال يلنا مع بعض قلنا كام واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة العدد دي كلها اعداد فردية ومعهم كمان اي عدد احده فردي يعني احنا كل عدد دي كلها بتتكون من رقم واحد طيب لو فيه عدد بيتكون من رقمين زي مثلا 11 12 13 اعرفوا ازاي فردي ولا زوجي اراح اشوف يا ابطال الاحد بتاعه لو الاحد بتاعه فردي يعني عدد من الاعداد دي اذا العدد كله فردي الاعداد الزوجية هي قلنا كام اتنين اربعة ستة تمانية عشرة كل الاعداد دي ابطال اعداد زوجية ومعاهم اي عدد احده زوجي يعني ايه يعني مثلا لو معي 12 13 14 كل الاعداد دي اروح للأحد لو لقيت الاحد بتاعه زوجي يبقى العدد كله زوجي مثال عندنا عدد عشرة رقم عشرة ده بتكون من رقمين مع انه فيه واحد ليه قلت عليها عدد زوجي لانه الاحد بتاعه سفر واللي الاحد بتاعه سفر يحفظها كده يا بطل اللي الاحد بتاعه سفر يبقى عدد زوجي طب واحده اتنين يبقى ايضا عدد زوجي طب واحده اربعة عدد زوجي ولولينا احده ستة او تمانية ايضا يبقى عدد زوجي يبقى دي كلها الاعداد الفردية وانضف إليها أي عدد أحده فردي كل الأعداد اللي أمامنا بالأزرق أعداد زوجية وانضف لها كل عدد أحده زوجي تعالوا نشوف مع بعض ونطبق الكلام اللي احنا فهمناه معايا هنا جدول فيه زوجي وفردي معايا هنا أرقام عايزة وزع الأرقام دي على القائمة الزوجي هضع في قائمة الزوجي والفردي هضع في قائمة يلا نروح عند أول حاجة معنا كان واحد الواحد قلنا عليه إيه عدد فردي ليه عدد فردي لأنه ما ينفعش ندخله في ثنائيات داخل مجموعة طيب قال لي اتنين قال لي اتنين عدد زوجي التلاتة نفكر مع بعض يا ابطال قلنا التلاتة إيه عدد فردي طيب قال الأربعة الأربعة موجودة عندنا هنا الخامسة عدد فردي التمانية عدد إيه عدد زوجي لأنه ينفع نقسمها في مجموعات ثنائية يبقى هنا التمانية عدد زوجي التسعة التسعة عدد فردي الحداشر الحداشر يا ابطال احنا ما قلناهاش في الأعداد لكن قلنا إيه قلنا العدد اللي أحده فردي يبقى العدد كله فردي تعالوا نشوف كده الأحد هنا كام واحد الواحد فردي ولا زوجي فردي يبقى إذاً الحداشر كلها فردي اللي اتناشر نروح فين الأحد يلا نروح عند الأحد فيها كام اتنين قلنا اللي اتنين زوجي ولا فردي زوجي يبقى اللي اتناشر كلها عدد زوجي طيب والتلاتاشر الأحد بتاعه فردي يبقى العدد كله فردي الاربعتاشر أحده أربعة زوجي يبقى العدد كله زوجي خمستاشر خمستاشر كده في منها أكيد خمستاشر فردي الستاشر ستة عدد زوجي يبقى الستاشر كلها زوجي السبع تاشر السبع هنا فردي بل عدد كله فردي تمنتاشر تمنتاشر زوجي تسعتاشر فردي العشرين قلنا اللي أحده سفر هيكون إيه هيكون عدد زوجي بعد ما تعلمنا مفهوم الأعداد الزوجية والأعداد الفردية تعالوا مع بعض نشوف الدرس اللي معانا إيه يا طرى إحنا قلنا يا أبطال إن العدد الثلاثة عدد فردي طيب يا طرى لو أضفنا ليه عدد فردي تاني وهو كام الثلاثة هيدينا الناتج إيه عدد زوجي ولا فردي تعالوا نشوف مع بعض لو قدرنا ندخلهم كلهم في صنائيات يبقى إذن هيعطينا عدد زوجي العصفور مع العصفور في مجموعة الهدهد مع الهدهد في مجموعة الغراب مع الغراب في مجموعة هل بقي فردي خارج المجموعة لا طبعا ومدام كل الأعداد اللي معنا دخلت في صنائيات داخل المجموعة بنقول عليه إيه عدد زوجي طيب تعالوا مع بعض نجمع الثلاثة زائد الثلاثة هتساوي كام هتساوي ستة والستة قلنا عليها عدد زوجي ولا فردي عدد زوجي تمامي بقى إحنا كده مشين صح عرفناها إزاي يا أبطال احفظ بقى كده معايا ويفهم إن أي عدد فردي نجمعه مع عدد فردي هيدينا إيه؟ عدد زوجي تاني يا أبطال أي عدد فردي زائد عدد فردي هيدينا إيه ناتج؟ عدد زوجي طيب لو معانا عدد زوجي وهو اللي اتنين زي الكرسين دول يا طرى يعطينا إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض عند كرسي مع الترابيزة وكرسي مع الترابيزة كمان يبقى هل كل الأفراد دخلت ضمن مجموعات ثنائية؟ نعم هل فضل فرد خارج المجموعة؟ لا طبعا يبقى إذن العدد اللي معايا ده هيكون إيه؟ هيكون عدد زوجي أحسنتم يلا نجمع كده اتنين وعا اتنين أربعة الأربعة قلنا عليها عدد زوجي ولا فردي؟ عدد زوجي أحسنتم أفهم من كده يا أبطال نفهم إن أي عدد زوجي نضيف عليه عدد زوجي يعني زي يعطينا الناتج إيه؟ عدد زوجي هنجمع هنا المضاعفات يا أبطال وبعد كده هنقول ده عدد زوجي ولا عدد فردي واحد زايد واحد اتنين اللي اتنين عدد زوجي اتنين زايد اتنين يا أبطال أربعة عدد زوجي تلاتة زايد تلاتة ستة ستة عدد زوجي 4 زائد 4 8 يعطينا عدد زوجي 5 زائد 5 10 يعطينا عدد زوجي 6 زائد 6 12 ل 12 عدد زوجي 7 زائد 7 14 عدد زوجي 8 زائد 8 16 عدد زوجي 9 زائد 9 18 عدد زوجي 10 زائد 10 20 عدد زوجي يبقى كل المضاعفات أعداد زوجية كل المضاعفات يا أبطال أعداد زوجية وإحنا طبعا أخدنا الجامعة من المضاعفات قبل كده واخدنا الأعداد دي وجمعناها وتعلمنا جمعها بعد كده عندنا 11 زائد 11 1 1 2 1 1 2 يبقى 22 عدد زوجي ليه علشان الأحد بتاعه زوجي اللي هو 2 12 و 12 كام يا طرح 2 و 2 4 1 1 2 24 1 و 4 زوجي يبقى العدد كله زوجي 13 زائد 13 كام يا أبطال 3 و 3 6 1 1 2 أيضا عدد زوجي 14 4 و 4 8 1 1 2 يبقى عدد زوجي 15 15 15 كام يا أبطال 30 أحسنتم 10 1 1 1 1 1 2 عدد زوجي 16 16 6 و 6 12 2 و معنا الواحد 1 1 1 2 1 1 3 يبقى 32 30 الى 1 و 2 عدد 17 7 و 7 14 1 معاعة 1 2 1 زاد 1 2 1 23 36 عدد 19 تسعة تشر تسعة وتسعة تمنتاشر تمانية ومعايا واحد واحد زائد واحد اتنين واحد تلاتة تمانية وتلاتين زوجي عشرين وعشرين كم يا ابطال اربعين عدد زوجي يبقى كل المضاعفات هتعطينا في النهاية ايه هتعطينا الناتج زوجي كل المضاعفات هتعطينا الناتج زوجي يلا مع بعض يا ابطال نجاوب على المسألة اللي معانا دي اربعة زائد تلاتة بتساوي تساوي سبعة اربعة زائد تلاتة تساوي سبعة يا طرى مين هيقول لي الاربعة عدد فردي ولا زوجي عدد زوجي طب والتلاتة فردي والسبعة عدد فردي يعني ايه افهم من كده ايه افهم من كده لما اجمع عدد زوجي زائد فردي النتج بيكون ايه فردي في الدرس اللي فات اخدنا زوجي وزوجي الناتج كان زوجي وأخذنا فردي زائد فردي الناتج كان زوجي المرة دي أبطال هناخد عدد زوجي زي الأربعة زائد عدد فردي زي الثلاثة الناتج هيكون إيه؟ عدد فردي يبقى لما الأعداد بتتشابه سواء زوجي ولا فردي بيعطي الناتج زوجي الأعداد لما تختلف زوجي وفردي بيعطي الناتج إيه؟ فردي نشوف مع بعض عندي مثلا هنا أربع تلاميذ ومعايا تلت لام العاوزين نعطي لكل تلاميذ قلم علشان يذاكر به ويكتب به إيه اللي حصل؟ إن كل تلاميذ أخذ ألم وبقي واحد فقط ما أخدش ألم يبقى ما قدرناش نعمل السبعة نقسمها لثنائيات فضل واحد خارج المجموعة إذن فهمت إن العدد سبعة عدد فردي يلا مع بعض يا ابطال نجاوب على السؤال ده بيقول لنا اختر بطاقتين واكتب العددين المضافين كمسألة وأوجد المجموع وبعد كده هنقول المجموع زوجي ولا فردي أنا هنا ابطال افترضت إن أنا عملت البطاقات وطلعت معي المسائل دي هنجاوب مع بعض المسائل أول مسألة أربعة زائد خمسة كام؟ أربعة وخمسة تسعة والتسعة عدد زوجي ولا فردي؟ عدد فردي يطار ليه طلع معنا عدد فردي الناتج تعالوا نشوف مع بعض الاربعة زوجي والخمسة فردي لذلك الناتج كان إيه؟ فردي طيب حداشر زائد اتنين مين يعرف يا ابطال؟ قبل ما نجاوب يا طرى الناتج هيكون فردي ولا زوجي؟ تعالوا نشوف مع بعض الهداشر فردي والاتنين زوجي يبقى الناتج هيكون إيه؟ زوجي ولا فردي؟ احنا قلنا لما بنختلف العدد بتختلف بيدينا فردي بقى إذن العدد هيكون إيه؟ فردي طلعتاشر صحي تمام؟ العدد هنا فردي خمستاشر زائد عشرين خمسة وصفر خمسة واحد واثنين تلاتة خمسة وتلاتين فردي ولا زوجي؟ الأحد بتاعه فردي يبقى إذن العدد كله فردي تعالوا نشوف كلامنا صح ولا لا احنا قلنا العدد هنا فردي معاه عدد زوجي وقلنا الفردي والزوجي بيعطي إيه؟ الناتج فردي تمام تلاتين وتلاتين تلاتين زائد تلاتين تلاتين زوجي والتلاتين أيضا زوجي يبقى يعطينا إيه؟ عدد زوجي وإحنا كمان قلنا كل المضاعفات هتدينا إيه؟ هتدينا العدد زوجي تلاتين وتلاتين كام يا أبطال؟ ستين تمام الستين عدد زوجي لأنه أحده سفر واللي أحده سفر عدد زوجي تلاتة وعشرين زائد تلاتاشر يلا مع بعض نجمع تلاتة زائد تلاتة ستة اتنين زائد واحد تلاتة ستة وتلاتين قلنا عليها عدد زوجي اربعة وحداشر الاربعة وحداشر زوجي والحداشر فردي يبقى إذا يعطينا عدد فردي تمام أحسنتم يلا نجمع ونشوف أربعة وواحد خمسة واحد واحد اتنين أعطتنا كام خمسة وعشرين الخمسة فردي وهو اللي في الأحد إذن الناتج كله فردي تمانية زائد واحد كم يا أبطال تمانية زائد واحد تسعة الناتج فردي تلاتة زائد خمسة تلاتة وخمسة تمانية الناتج إيه الناتج زوجي ليه يا ترى طلع الناتج زوجي لأن هنا فردي وفردي تلاتة فردي والخمسة فردي وعننا لما الأعداد بتتشابه بيعطينا الناتج زوجي ستة زائد سبعة يا ترى الناتج هيكون الزوجي ولا فردي الستة زوجي والسبعة فردي بإذن الناتج هيكون فردي يلا نشوف مع بعض كلامنا صح ولا لا ستة زائد سبعة تلاتة حسن أنتم يا أبطال التلاتة عدد فردي ستة زائد عشرة ستة زائد عشرة كام؟ ستة وصفر ستة واحد واحد اتنين ستة وعشرين عدد زوجي لأننا عارفين الستة زوجي والعشرة عدد زوجي والزوجي مع الزوجي يعطينا ناتج ايه؟ زوجي واحد زائد تسعة كام؟ عشرة الواحد فردي والتسعة فردي بيعطينا عشرة الناتج زوجي أفهم من الشرح كل ده يا أبطال أن العدد زوجي زائد عدد زوجي يعطينا عدد زوجي ليه؟ الأعداد تشابهت عدد فردي زائد عدد فردي بيعطينا ايه ناتج؟ عدد زوجي أيضا لأن الأعداد المجموعة اللي احنا هنجمعها متشابهة لكن هنا عدد زوجي زاد عدد فردي هنا الاعداد اختلفت واحد زوجي واحد فردي سواء الزوج الاول او الفردي الاول الناتج هيكون عدد فردي والى هنا ناتي الى نهاية الدرس اسأل الله تعالى ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من الدرس اذا اعجبكم الفيديو اشتركوا في قناة التعليم الجديد وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد اللي لدينا على القناة واضغطوا اعجابا وتعليقا دعما للقناة والى نلتقي بكم في درس اخر دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته